نعم كرة نسائية ايه المشكلة يعني؟ والمشكلة ان احنا يبقى عندنا بقى كرة نسائية وانا دايما ببقى مؤمنة بصراحة بالمرأة حتى في الكرة انها ممكن تعمل حاجة وحالة من الانتعاش بجد والازدهار وتبقى غير مسبوقة السنة الفتة مصر شاركت والاول مرة في دوري أبطال أفريقيا لأندية الكرة النسائية ومثل مصر نادي ودي ديجلة وديكة الخطوة دي كانت بتمثل كده أمل للكرة النسائية في مصر خصوصا بعد قرارات الاتحاد وإحنا يمكن قلناها أكتر من مرة هنا انه اي نادي في القرى مش هيسمح له بالمشاركة في بطول الدوري الأبطال إلا لما يكون عنده فريق كرة قدم نسائية القرار ده فعاليا طبعا يعني ملزم جدا وإجباري لكل الاندية وكمان يخليها انه لازم يكون فيه النشاط النسائي أو كرة القدم النسائية تبقى موجودة من ناحية تانية منتخب مصر للناشئات كان أغلبه يعني عنده حلم انه يتأهل أكيد لكاس العالم لأول مرة فطبعا يعني كانوا بيحاولوا ان هما يعني يتجاوزوا منتخب غينيا بيساو الأسبوع الجاي في المباراة الفصلة المؤهلة لكاس العالم وطبعا حاجات كتير جدا وطبعا احنا عارفين كمان ان احنا عندنا حلم صعود منتخب الرجال الأول لكاس العالم واللي حيبقى مباراتنا أمام السنغال يوم 25 المباراة الأولى فطبعا عندنا الأحلام خلينا في كرة القدم النسائية نعرف مزيد من المعلومات مع ضفتي المشرقة اللي دخلت عليها في الستوديو كان لازم تجيب الكرة معها عشان بجد أنا عايزيكم تهتموا جدا بموضوع كرة القدم النسائية ضفتي هي دكتورة دينا رفاعي ودينا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرفة على الكرة النسائية مساء الخير يا دينا مساء النور يا حبيبتي فرصة سعيدة لما حضرتك النهارة وأنا أسعد كمان كلمينك كده اشرحلنا الموضوع ده أولا النهاردة في وجودي مع حضرتك من خلال القناة الأولى المصرية وفي شهر مارس اللي هو شهر المنسبات السعيدة بالنسبة للمرأة المصرية يوم المرأة العالمي ويوم عيد الأم ويوم المرأة المصرية كمان بشايفة ان خلاص المرأة ديها دور كبير جدا خلاص مميز كمان في المجتمع في كل المجالات وخصوصا دلوقتي آخر حاجة ان وجودها على منصة القضاء خلاص ده كله بيدينا أمل والقيادة الحكيمة لسيد الرئيس عبد الفلتاح السيسي لبلدنا بيقول ان خلاص بقى المرأة بقت موجودة بشطرتها وبدراستها وبعلمها في كل المجالات نيجي نتكلم بقى على مجال الكرة والرياضة وخاصة كرة القدم النسائية انا بتشرف ان انا موجودة عضو اتحاد المصر الكرة القدم وديه للدورة التانية اللي هي بعد انتخابي انت موجودة في الشرقية فقوس انا من الشرقية من فقوس انت من فقوس وانت موجودة يعني بتشرفي بترأسي مركز شباب فقوس اول بدايتي في الكرة القدم كان رئيسة مركز شباب مدينة فقوس كنت اول سيدة على مستوى الجمهورية ترأس مركز شباب وده كان في 2012 فقوس دي بلد عبد الحليم جنبنا جنب الحلوات فدلوقتي وعدما دخلت اتحاد الكرة وكنت قبل كده عملت دوري لأكاديميات الكرة النسائية في الشرقية وكان حققت بي نجاح كبير جدا لكن احنا دايما محتاجين انتابع نجاحاتنا دي عشان تكبر وتبقى موجودة الحمد لله رب العالمين ان انا مسؤولة دلوقتي على ملف الكرة النسائية في الاتحاد المصر وكرة القدم بالاتفاق مع اعداء مجلس الادارة الزملائي وبرئاسة الاستاذ جمال العلام اللي بتشرف دايما معاهم كرة القدم النسائية في مصر لها تاريخ كبير جدا ولكن للأسف هي لسه في مرحلة التأسيس لحد دلوقتي هي بتتقدم بعدين تتعثر يعني مثلا الصورة هي على الشاشة معنش يا شباب نرجع تاني للصورة الصورة العشاشة فيها دي الفرقة الحالية ده منتخب تحت 17 سنة للبنات اللي احنا دلوقتي بيستعدوا ان هما بيخدوا مباريات مع منتخبات دول اللي تحت 17 سنة عرفينا كده برضو وقللنا يعني انا بس مش شايفة الصورة قوي اه يعني ده بشكل عام لا لا مش من الكلام على اسمائهم اه من الكلام عرفينا المهارات بتاعته لا لا احنا عندنا منتخبات تحت 17 ده الناشئات فيه على درجة عالية جدا من الموهبة وهما دول مستقبلنا فعلا ولازم ناهتمام بيهم بدرجة كبيرة وعلشان كده احنا لما جينا الدورة دي ما عملناش دمج لمنتخبات احنا منتخباتنا تلات منتخبات موجودين منتخب اول منتخب تاني تحت 20 منتخب تحت 17 اللي هو بيواجه عنده تصفيات دلوقتي مؤهلة كافي العالم وكان عنده مباراة مع غينيا بيساو وهي غينيا بيساو انسحبت من البطولة فبالتالي ان احنا بقنا كوليفايد للمرحلة اللي بعد كده عندنا مباراة ان شاء الله مع نيجيريا في 14 او 15 او 16 ابريل الجاي الجاي ان شاء الله باذن الله فبقت المرحلة اصعب تلوقتي دخلنا على مرحلة اللي بعدها بقت اصعب يعني ده من عند ربنا غينيا بيساو انسحبت انسي كده عديتي يعني كأنك فزتي بالزبط كده